كيف نطبخ في لعبة Ganshin Impact ونحصل على دمج اسطوري للشخصيات واكيد ما بننسى المقدمة ارحب مرحباكم شباب كيف الحال معكم انا فيديو اليوم Ganshin Impact نتعلم احنا اياكم اسرار الطبخ في لعبة Ganshin Impact لانه فعلا كل شخصية بتعمل دبل دمجي زيادة اذا عملت طبخة معينة فاقول ان شاء الله رح نعرفه خلال هذا الفيديو اذا انت جديد على القناة اكيد نتشرف فيكم تشتركوا معنا وبنصير معاكم اكبر عالك الشيوخ لا تنسوا اللايك الشير بساعد على نشر القناة كثير فشكرا لكل شخص تساهم في نشر القناة فما بنطول عليكم خلونا نبلش في Ganshin Impact لما رح نطبخ احنا وياكم نعرف انه في انواع كثيرة للطبخ اللي منمكن ان نطبخها فاول نوع اللي هي هلا علامة اللي فوق هاي بتحيي بتعمل ريفايف للشخصية الميتة اللي عندك فعنا نوعين بس اساسيات اللي هنه اللحمة والبيض احنا بنتمد كثير على البيض لانه سهل تفرمه في الماب فبالتالي الماب بيكلفنا كثير تمام النوع الثاني اللي هو برجع لك هيل اذا كانت شخصية تبعتك متدمج وما عندك هيلر بالسكواد فممكن تستخدم هذا الاكل وترجع الهيل تبعه وبختلفن نوعا نوعا بنسبة كامل الهيل اللي رح يرجع للشخصية بعد ما توكل هاي الاكل مثلا هذا الهيل برجع هون من ثمانية لعجرة في المية تمام هون بقول لك بولد لك ماتين وعشرة لثلاثمية كل خمس ثواني هاي مثلا الجاج اللي هون بترجع لك عشرين لأربعة وعشرين في المية من الماكسي للشخصية الاكلت بالاضافة انه برجع لك من تسعمية لألف وخمسمية اتش بي مثلا نيجي احنا النوع الثالث اللي هو بزيد الديفند اللي هو بزيد الديفند للشخصية كل الدمجي رح تأخذه من الزومب لقدامك هاي بتزيد عندك الديفند هاي النوع الجديد شفناه مع الماب الجديد اللي ماب الثلجية اللي هو بكل الكدير اللي استمنت الكود الكود هاي البرودة انها تصير مية في المية فبتالي سي تتدمج هاي بتتقلل للريت يعني معدل ارتفاع هاي البرودة بكل اذا كنت هاي الأكلة لمدة من معين طبعا كل الأكلات إليهن فعليهن لمدة من الزمن تسعمية ثانية هاي الأكلات مثلا نحن نسيف فظل بزيد الاتاك اللي جايهن جايهن جاي عندنا سفين مثلا هاي سفين هاي بتزيد الكريت تريت ولكن فيش طبخة لحد الآن بتزيد الكريت دمج ولو احنا نتعلم كيف نزيد الكريت دمج عن طريق الأكل انشاء الله خلال هذا الفيديو النوع الأخير اللي هو هنا بقول لك الاستمنة لما انت تركض بيقلل ان تسحب للاستمنة للشخصية اللي بتركض فيها فهي الانواع الأساسية للطبخ انشاء الله الله قدام Genshin Impact نزله أكلاتي جديد لأن نظام الطبخ فيها حلو ولكن كان ممكن يكون أحلى من هيك بكثير يعني كان ممكن يحطوا لعبة داخل اللعبة عن طريق الطبخ للناس اللي يحبوا يطبخوا ورواك وفارمر بس يمزمز على الطبخ فاحنا نتعلم احنا خلال هذا الفيديو كيف احنا نصنع أكل بأعلى جودة ممكنة مثلا نيجي للطبخة الأولى هاي الطبخة بسمية الطبخة دلوك هاي شو بتعملنا إذا كان لناها بتزيد الكريت تريت بين عشرة لعشرين في المية لمدة ثلاثمئة ثانية صح ولكن هايذا عمنا هيك طبخناها عادي حلو لما نطبخها عادي نيجي هاي سنتبخها احنا وياكم انا اول مرة بطبخها فبيرفك تجت نايس دائما نتأكد انها تكون بيرفك لشان تأتيكم اكثر فعالية من الطبخة تمام منرجع للاكلي هنا منطلع هيك منروح للاكلي فاي بيكون نيو ليهاي زادت الكريت تريت عشرين في المية بس لمدة ثلاثمين ثانية لما استخدمنا شخصية تريزر ونرجع للطبخ كمان مرة ونعمل كوك مثلا ونيجي هنا نحط الخيارات في جانة هنا شخصية تريت فيه فرصة 12% انه يعطيك دبل الكمية لانت اذا طبخت صحن فيه فرصة 12% يعطيك صحنين مش صحن واحد هاي بالنسبة لشنجلينج ولكن السر لاش تطبخة ديلوك لان اذا حطينا ديلوك بتقول لك مي ميك اسبيشال ديش يعني يمكن يعمل لك طبك مميز شو مقصود في الطبك المميز رح نعمل احنا وياكم ان شاء الله يكون حضنا كوي يطونا الطبك المميز لان الطبك المميز بيجي لحاله كمان في الانفنتوري اوكي اجي بيرفكت نايس نطلع هون اوكي على الانفنتوري عنا ما اظن ان اعطانا يا مئة ياب عسن لازم نعمله كمان مرة نطبخ ونقول يا رب هاي تعطينا اللي هي تبعة ديلوك فنحط تقول يا رب لازم تيجي سبيشال لانو اجل سبيشال تعطينا دمج جدا الصوري اوكي هذا سبيشال ديش كيف عرفت نجوم ما في عليه طلع نروح حسا على الانفنتوري احنا وياكم اوكي نيجي على الانفنتوري هاي جالي نيو صح اللي هي طبخ اللي هو هون هذا الطبخ اللي احنا كنا اطبخه هو بزيد لي كريت ترات 20% لمدة 300 ثاني شوف الثاني شو راح يعمل لي الثاني انكريز اول بارت الممبر كريت ترات 20% بالاضافة بزيد لي كريت دمج كمان 20% هذا بس لانو استخدمنا شخصية ديلوك فاعطاني طبك مميز فعلا فالناس اللي بتلعب بدومينات وشخصيتها ضعيف والدمان كان عليها صعب حيب تلعب عن الناس يتغلب فاتجاهزي لك اما انطبخه من هاي تبعد ديلوك وضعك تمام 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 هاي بالنسبة مثلا لديلوك ندور على ما احنا اياكم مثلا على شخصية طبك ريزر مثلا نشوف طبك ريزر طبك ريزر له هذا ظن هذا اذا ما خاب ظنه اشوف نا مش هذا طبك ريزر اوكي نيجي لطبك ريزر اللي هو وينك وينك صارت ناسي انا تمام طبك ريزر هاي هون غشيته في صورة حشاركه معكم في نهاية الفيديو هو بيعطيك الميزات لكل الشخصيات اللي بتعمل اطباك هاي مثلا طبك ريزر بيرجع للهيل برجع للهيل كم من 30 ل34 في المية تمام فمنطبخ احنا اياكم باستخدام شخصية غير ريزر فاللي هي مثلا هنا اوكي هاي الشخصية نطبخها ونقول اوكي نيجي على البرفكت على البرفكت فهاي طبخة اذا ما اجت اسبيشال اللي احنا بدنا اياها بيجي عليها نجوم هون فمنحط كنفيرب اوكي هسا احنا طبخناها مرة واحدة فمنروحنا اياكم على انفنتوري ومنشوف كم الطبخة شو رح تطلع عليها هيا هون برجع ل34% من الماكس هي اللي عندي تمام ولكن هسا نطبخها باستخدام ريزر ونقول يا رب بيطلع عنا حظنا حلو فمنيجي نستخدم هون ريزر بقول لك ماي ميك اسبيشال ديش هذا اللي بدنا اياها فمنيجي نطبخ طبخين ونقول اوتو لان احنا عملنا كل الطبخات ونقول يا رب اوكي كفوا يا الريزر اوكي هاي الطبخة عادية اجت هاي الطبخة اجت اسبيشال فانحنا نشوف احنا اياكم الفرق بين الطبختين فانحنا نروح اياكم على انفنتوري بنيجي هنا فهاي الطبخة العادية بترجع ل34% من الهيل طبخة الثانية اللي هي بترجع ل40% من الهيل بالاضافة الى 2300 هيل زيادة الي تمام هاي كان بترجع هيل 1900 فشوفوا الفرق بين هاي وبينهاي بس باستخدام نفس الموارد بس باستخدام الشخصية المناسبة لكل طبخة فهون بتوفر في الموارد وبتعطيك فعاليه كثيره انك انت تاخد طبخات بتكون افضل تمام هسا نشوف طبخة ثانية مهتمة مثلا بالكريت تيت والاتاك تمام الطبخة البعديها اللي هي الكولد كات بلطر اشي زي هيك اسمها هاي الطبخة شو بتعطيني حلوة صراحة بتزيد للفيزيكال دميج بين بين 20% ل40% لمدة 300 ثاني تمام ولكن هسا لو نطبخها عادي فبنيجي ونلاكي هون الشخصيات هاي الطبخة بتعطينا 12% موارد زيادة ولكن مش رح يطلع سبيشال ديش وفشل هي رح تعطينا سبيشال ديش هذا اللي احنا بدنا اياه ولكن خلينا نصنع عن طريق الطبخة ونقول ان شاء الله تكون يعني ترعطينا موارد زيادة او طبك زيادة فهي الطبخة العادي اللي هي مش سبيشال ديش عليها نجوم تمام هسا نصنعها نفس الطبخة ولكن باستخدام فشل ونقول ان شاء الله تطلع سبيشال لانه ما عندي موارد كثير لهي الطبخة عادية نيجي نطبخ بعديها يا رب ما اكدم الفيديو بريز عادي سبيشال حتى شكله تغير شوف سبيشال كيف اجا ما في عليه نجوم واجا فيه خون خطوط هيكا مزينين الطبخة واشي تمام فمروحنا اياكم على الانفنتر ونشوف الفرق بين الطبختين صراحة ميزة حلوة جدا حطينا في لعبة الناس كليلين بيعرفوا عن الامور هاي تمام هاي الطبخة العادية بتزيدلي الفيزيكال دمج 40 في المية لمدة 30 ثانية تمام الطبخة المميزة راح تزيدلي الفيزيكال دمج 55 في المية فتخيل اذا هاي الطبخة اكلتها وحطيتها ريزر فانثان هاي لازا نحطوهن صحيح ريزر معروف بالفيزيكال دمج جدا اسطوري وانا عندي اركامه صراحة رهيبة جدا 48 وكل دمج 154 تمام الفيزيكال دمج بونس ان شاء الله نجهز بشكل كامل الفيزيكال دمج بونس تمام اذا روحت اكلت هاي مثلا الطبخة انا جعت وانا حكي عن الطبخة يا عيالي اوكي هاي الطبخة وين هاي اللي عملناها هاي راح تزيدلي الفيزيكال دمج 55 في المية تمام نحط لها يوز اكلها فانروح على اركام ريزر فنرجع على الديتيلز ونرجع على الفيزيكال دمج بونس 167 وريزر معروف بالفيزيكال دمج بونس الاسطوري تبعه واذا انت عندك دومين تكوي ولا عندك بوزك تكتل بسرعة اشمتها للاكلة هاي وخذ ارقام جدا استورية من ريزر فالامر جدا ممتع بالنسبة لباقي الطبخة او باقي الاكلات ان شاء الله هسرا حشوفكم قدامكم في فيديو هذا هو كل الممكن تاخذ انسكرين شوت لهاي الصورة وتحفظها عندك هاي كل الاكلات اللي ممكن تعملها سبيشال في مونا بتعمل كل الشخصية تقريبا بيعملوا طبخات بكون سبيشال ديش يعني طبخة مميزة جدا وتعطيك ارقام جدا عادي بتمنى نكون يا رب استمتعتوا في الفيديو وانبسطتوا انا صراحة ميزة اشتشفتها جديد في اللعبة وصراحة سعادتني كثير لما العب دوبينات سولو خاصة لما اكون على اللايب هيك تكريبا وصلنا لهايتي الفيديو بتمنى نكون استمتعتوا استفتلت عجبك الفيديو لايك ما عجبك ديس لايك والسلام عليكم ورحمة الله في امان الله اشتركوا في القناة